دعا الرئيس عبد الفتح السيسي إلى سياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتكفيف منابع تمويله وأكد الرئيس السيسي سعي مصر لتقديم المساعدة لدول القارة من خلال تكفيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب والمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية ومواصلة تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة جاء ذلك خلال كلمة ألقاها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس السيسي عبر تقنية الفيديو كونفرنس خلال اقتباع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الأفريقي والذي عقد تحت رئاسة الرئيس فليكس تشيسيكي دي رئيس جمهورية القنغة الديموقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي كما أكد الرئيس السيسي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء أن مصر تعهدها لن تدخر جهدا نحو العمل مع أشقائها الأفارقة بما يسهم في تخطي التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ومن جهته تقدم الرئيس تشيسيكي دي بالشكر للرئيس السيسي على جاهزية مصر لتقديم مزيد من الدعم لتعزيز قدرات مختلف الدول الأفريقية ترجمة نانسي قنقر